هذا وأكد مدبولي أن الاتحاد الأوروبي هو الشركة الاستراتيجية الأول لمصر وأكد أن مصر عازمة على المضي قدما في برنامجي الإصلاحي الاقتصادي حتى يتسنى تحقيق أهدافه ومن هنا ساعة مصر لإعطاء دفع لبرنامج الإصلاح الاقتصادي عبر تعميق الشراكة القائمة مع الاتحاد الأوروبي من خلال عقد هذا المؤتمر لكي يساعد على دعم التعاون بين القطاع الخاص في الجانبين كأحد أهم أهدافه والحقيقة أن هذا المؤتمر شاهد على مدار اليوم وأمس عقد العديد من الجلسات الحوارية الرئاسية الجانبية والتي بلغت نحو تمن جلسات مهمة جدا والتي مسلت فرص مواتية للنقاش الثريء بين الجانبين قاده دون شك القطاع الخاص حول العديد من القطاعات المهمة في الاقتصاد المصري بالإضافة إلى عقد العديد من اللقاءات الثنائية على هامش المؤتمر سواء على مستوى القطاع الخاص أو ما بين القطاع الخاص والجهات الرسمية سواء على مستوى القطاع الخاص والجهات الرسمية